اشتركوا في القناة في طيب الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية البوسنة والهرسك في ظل الحرص والرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز روابط الصداقة والتعاون الثنائي في كافة المجالات خاصة في المجالات السياحية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين معربا جلالته عن تقديره لدور الرئيس الأسبق حارث سيلاذيش في توثيق العلاقات البحرينية البوسنية متمنيا لجمهورية البوسنة والهرسك قيادة وشعبا كل تقدم والازدهار وأعرب العاهل المفدى بهذه المناسبة عن اعتزازه بما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ عريق يشهد بأنها نموذج رائد على المستوى العالمي في التآخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والطوائف والمذاهب في ظل حرصها الدائم على مد جسور التواصل مع كافة الحضارات والثقافات ونشر قيم الخير والسلام والمحبة بين مختلف الشعوب من جنبه أعرب الرئيس البوسني الأسبق عن الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على ما حظي به من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى جهود جلالته في تطوير علاقات البلدين الصديقين مشيدا بالنهضة الحضارية والتنموية التي حققتها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة وبأجواء التسامح والتعايش التي تنعم بها المملكة مشيدا بتاريخ المملكة العريق الذي يربط بين الحضارات منذ القدم متمنيا للبحرين كل التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر